نحن نتحدث عن صناعة المحتوى باللغة العربية عندما نتحدث عن هذه القضية الهامة ماذا يمكن أن نقول؟ هل لدينا محتوى يليق بلغتنا العربية بالفعل في العالم العربي في العالم بشكل عام؟ أم ماذا حتى الآن؟ طبعا تحياتي لكم وأشكركم على هذه الاستضافة يتم تصنيف أجيال الإنترنت منذ بدء هذه التكنولوجيا بناء على شكل هذا المحتوى فالفرق في الأجيال بالإنترنت يرتبط بمن يصنع المحتوى هل تصنع المحتوى على الجهات التي تقوم بنشر هذه الصفحات؟ أم يقوم المشاركين على المشاركون في الإنترنت بصناعة هذا المحتوى؟ النقطة التي وصلنا إليها الآن في هذه التقنية أن الذي يصنع المحتوى بشكله الأوسع هم المستخدمون لهذه التقنية بما يتعلق في المحتوى العربي المحتوى العربي على الإنترنت لا زال في مراحل البداية ولم يتم التقاط الكثير من التطورات في تقنيات الإنترنت بما يتعلق بالمحتوى العربي ولا زال الواقع خجولا بعض الشيء لماذا دكتور؟ هناك مجموعة من العوائق العوائق تندرج في ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول هو الاهتمام العام غياب المبادرات العامة المبادرات الوطنية على مستوى الدول وعلى مستوى الوطن العربي لدعم المحتوى العربي أسوة بما يحدث في مجموعة أخرى من الثقافات مثل الهند أمريكا اللاتينية الثقافة الفرانكوفونية هناك العديد من مبادرات لهذه الثقافات لدعم هذا المحتوى بالرغم من وجود بعض المبادرات لبعض الدول الموجودة بعض الجهات الرسمية في هذه الدول ولكن لا تكون منصبة في اتجاه صناعة المحتوى العربي كهدف تحديات الأخرى ترتبط بالتحديات التقنية يعني لا توجد تقنيات كافية داعمة لنشر اللغة العربية على الإنترنت من محركات بحث مخصصة وجيدة وداعمة للغة العربية طبعا هناك العديد من المبادرات في هذه الاتجاهات وتقوم بهذه المبادرات المنصات مثل جوجل مثل مايكروسوفت تقوم بتوظيف تقنيات خاصة في هذا الإطار المحتوى العربي على الإنترنت بحاجة إلى المزيد من الجهد والمزيد من المبادرات ومزيد من الاهتمام الرسمي واهتمام القطاعات المختلفة من أجل تعزيز المحتوى على الإنترنت أي قطاعات هنا أشرت إلى الجانب الرسمي وهذه مسؤولية رسمية في كل أدول العربية. ولكن القطاعات التي يجب أن تبدأ هنا بالاهتمام بهذه القضية الهامة على مستوى العالم. من هي القطاعات الأبرز التي أهملته أو أهملت صناعة هذا المحتوى باللغة العربية حتى الآن. درأيكم؟ طبعا أهم قطاع يجب أن يتوجه إلى المحتوى العربي. وهنا لك فرص هائلة في هذا الموضوع. القطاع الاستثماري. الاستثمار في المحتوى العربي. تحويل المحتوى العربي كوسيلة للدخل. وجود المستثمر في هذا القطاع. ولا زالت الاستثمارات في المحتوى العربي. استثمارات خجولة جدا. وهنا لك طلب هائل على المحتوى العربي. فإدخال التكنولوجيا في التعليم في مستويات المدرسية والجامعية في التدريب. في بناء القدرات. يحتم وجود محتويات عربية. توفر هذه المحتويات لا زال خجولة. وهنا لك فرص استثمارية هائلة في هذا المجال. توجه المستثمر إلى المحتوى العربي ودراسته. يفتح المجال أمام الجامعة أمام الخبير أمام البحث العلمي أمام العمل الحكومي أمام المستثمرين الأصغر قطاعات عمل مختلفة من أجل التزود بهذا المحتوى والإفادة من هذا المحتوى ومن الممكن بناء نماذج أعمال وسيلة لإدرار الدخل فعالة جدا في هذا مع أننا نتحدث عن نسب بطالة مرتفعة في الدول العربية يمكن في حال أن نبدأ بتجارب ناجحة أن نقلل أو نخفض نسب البطالة بهذا القصص حقيقة المشكلة مشكلة مركبة ولا تتوقف عند البطالة فقط نحن نتحدث عن ما بعد البطالة نتحدث عن البطالة المقنعة العمالات قليلة المهارة العمالات الغير قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة كلها بحاجة إلى تدريب وبناء قدرات وإدخال تقنيات حديثة وتخصصات أيضا في الجامعات على العلم من هذا التطور أيضا وإدخال تخصصات جديدة يعني ربها الجامعات العربية بشكل عام وعندما تحدث أيضا عن الحالة الفلسطينية وأنك تخصصات حديثة تدخل إلى الجامعات الفلسطينية أليس بمقدورها الآن أن تلبي هذا النقص أو العجز الحاصل فيما يتعلق بصناعة المحتوى برأيكم؟ هذا صحيح هناك العديد من النماذج الأكاديمية والتعليمية التي تعزز توجد الفرصة وتخلق الإمكانات والموارد البشرية تحديدا والاستثمار في الإنسان من أجل التوفير المعارف المناسبة لهذا الموضوع مثلا على سبيل المثال الجامعة العربية الأمريكية هناك العديد وفي جامعات فلسطينية أخرى أيضا هناك العديد من التخصصات الدائمة لهذا الموضوع مثل علم البيانات، علوم الذكاء الصناعي، المحتويات الذكية والعلوم المساندة في هذا الموضوع أهمية هذا الموضوع للمستثمر في قطاع التكنولوجيا بوجود مثل هذه الخبرات في فلسطين مثلا هناك العديد من الخبرات والتجارب الناجحة في موضوع صناعة المحتويات التعليمية مثلا المحتوى التعليمي التفاعلي، المحتوى التعليمي المبني على الواقع الافتراضي مثلا هناك تخصصات في الطب، في الهندسة، في التدريب المهني في علم التمريض مثلا في الجامعة العربية الأمريكية تدرس بمحتوى عربي مبني بالواقع الافتراضي هذه تجربة قليلة نستطيع في فلسطين أن نصدر هذه المعارف نعزز هذا المحتوى العربي يجب أن لا ننظر إلى المحتوى العربي على أنه ترف وأنه اتباع للتريند أشرت إلى العديد من هناك حاجة حقيقية حاجة حقيقية أشرت إلى المحتوى التعليمي وغيره من المحتويات الموجودة حاليا في فلسطين وربما في دول عربية لها بصمات ناجحة في هذا المجال ولكن يبرو السؤال دكتور أي محتوى نريد حتى نرتقي إلى مستوى أعلى نتحدث عن فلسطين ودول عربية أخرى شقيقة ومجاورة المحتويات الموجودة على الإنترنت تنقسم لمجموعة من الأشكال الشكل الأكثر شيوعا شئنا أم أبينه هو الشكل الذي يسمى بالشكل الترفيه المحتوى الترفيهي والمحتوى الترفيهي لديه تصنيفات أيضا فهنا لك محتويات إيجابية وهنا لك محتويات سلبية قاتلة للوقت قاتلة للإبداع مثيرة لمجموعة من الأفكار الغريبة عن مجتمعاتنا فهذا شكل من أشكال المحتوى المحتوى الترفيهي وهنا لك طبعا المحتويات الترفيهية الوازنة التي ترقى إلى مستوى تفكير مواطننا العربية هناك المحتويات التي تعاني من ضعف المحتويات التعليمية التفقيفية ساينس فور بابليك العلوم من أجل العامة فمثلا لو يوجد شخص مصاب بمرض بداء السكري على سبيل المثال ويريد أن يتتقف في هذا الموضوع يذهب إلى موقع تحت إشراف مايو كلينك في الولايات المتحدة لأن جودة المحتوى جودة مناسبة وهنا نأتي إلى مشاكل المحتوى العربي مشاكل المحتوى العربي أنه يفتقر للتحديث للتطوير هناك حالة من لا أريد الإهمال أقول الإهمال ولكن النسيان وذلك بسبب شعور عدم المتابعة وعدم وجود قيمة لمن يصنع المحتوى وعدم وجود زبون لهذا المحتوى قارئ لهذا المحتوى فلحنا نتحدث عن منظومة بحاجة إلى مراجعة المحتوى التعليمي التدريبي التفقيفي المحتويات ذات الطابع التجاري المحتويات ذات الطابع البحثي البحثي العلمي جميع هذه المحتويات تعاني من نواقص خطيرة فيها طب بكتور يبرو السؤال أيضا آخر أشرت إلى مايو كلينك في الولايات المتحدة مثلا مواطن يريد أن يتثقف في موضوع السكر يذهب إلى مايو كللك ويأخذ محتوى محدث وآخر ما توصل إليه الطب والعلم بهذا الخصوص ومباشرة إلى الترجمة هذه وجهة نظر تقول أنه أنا لا حاجة لي بالمحتوى العربي في هذا المجال إذا كان هذا الإهمال حاصل من كل الجهات أو القطاعات المختلفة أو الصحية على الأقل في البلدان العربية أو جهات تعنى بهذا الشكل سؤال مرتبط بهذا الموضوع إلى أي حد هذا أيضا يقلل من أهمية ووجود وحضور اللغة العربية عبر محركة البحث بشكل عام وفي المحتوى طبعا ما تفضلت به هو ما يحدث حقيقة هذا هو الواقع سبب هذا الواقع هو عدم وجود هذا المحتوى أنت عندما تتعامل مع محتوى عربي مايو كلينك لديها بعض المحتويات العربية وفي لغات كثيرة أيضا من باب ترسيخ وجود هذه المؤسسة كعاصمة طبية للعالم جميل الوصف نعم لأنك تذهب هذا ما تقول مايو كلينك هذا أين ذهب الاستثمار في هذا الإسهم لأن يقوم بتزويد محتويات طبية بكافة لغات العالم في هذا الإطار لتقوية هذه المؤسسة نستطيع في العالم العربي أن نقدم محتويات طبية لدينا العديد من المؤسسات الطبية المحترمة في العالم العربي لدينا العديد من المؤسسات الاقتصادية ذات التجارب الناجحة في العالم العربي لدينا العديد من الدول العربية التي ابتعدت كثيرا في هذا الشوط في صناعة العمال التجارية والعلمية وهناك استثمارات كثيرة في هذا الموضوع ربطها في المحتوى هو أحد أشكال إنجاحها والمحتوى لمثل هذه الإمبراطوريات في العالم العربي لن يكون تكلفته كبيرة فمثلا لو نظرنا إلى بعض المبادرات في دول عربية شقيقة في الخليج العربي لديها تجارب ناجحة هي بحاجة إلى تطوير نحن في فلسطين نستطيع أن نشارك في هذا النجاح نستطيع أن نقدم للعالم العربي محتوى عربيا ذو جودة عالية جدا وأن يتحول إلى سلعة وأن يتحول إلى مادة قابلة للاستهلاك وذات جودة عالية جدا بسبب وجود هذه الكفاءات في فلسطين ووجود هذه الحاجة في فلسطين وفي خارج فلسطين من الأقطار العربية فقوتنا في معرفة الإنسان وأننا موجودين في محيط عربي جميل جدا هناك حاجة لمثل هذا تفكر من البداية على أن تقديم هذا المحتوى هو بشكل آخر استثمار للمستثمرين الذين يتابعون بيت الكل في فلسطين العراق ومصر والأردن والدول الأخرى ماذا نقدم من مقترحات هنا دكتور أقترح على طبعا في كل دولة عربية هناك خصوصية وجل معي ولكن هناك مجموعة كبيرة من المبادرات في الجمهورية العراقية لقطع الترويج للابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية القرى الذكية مبادرات حكومية وازنة موجودة في هذا الإطار في دولة مثل الأردن الشقيق هناك مبادرات وازنة في فلسطين هناك مبادرات وازنة أنصح هؤلاء المستثمرين التواصل مع هذه القطاعات هناك مبادرات حكومية كثيرة لاستكشاف مجالات الاستثمار السهلة جدا في هذا الموضوع ذات العائد العالي جدا في هذا الموضوع الدخول على تقنيات المحتوى العربي تقنيات الذكاء الصناعي في اللغة العربية حيث أن هناك سوق هائل في هذا الموضوع على سبيل المثال هناك مؤسسات في فلسطين تسعى إلى تطوير برامج خدمات باللغة العربية باستخدام التشات واستخدام الصوت على الوبسايت باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي للغة العربية أقول للمستثمرين العرب في هذا الاتجاه أن هذا المجال عليه طلب هائل جدا سوقه كبير جدا والاستكشاف في هذا الإطار سوف يكون ذو عائد مالي كبير ثقافي كبير معرفي كبير وأنه أصلا خدمة لمجتمعنا العربي ولعالمنا العربي ولغتنا العربية العظيمة نشكرك جزيلا شكرا دكتور إسلام عمر عميد كلية العلوم الحديثة في الجامعة العربية الأمريكية على المشاركة معنا في بيت الكل شكرا جزيلا دكتور شكرا